جدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية دعوة الولايات المتحدة إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار والعمل لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لغزة وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية وخلال لقاء وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أكد أشتية هنا استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عدة مرات لمنع قرار يدعم وفاة إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي هذا ودع أشتية الولايات المتحدة لإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة التي تساهم في إغاثة مئات الألف من الفلسطينيين في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كافة أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير ترجمة نانسي قنقر